السلام عليكم فيديو النهاردة هنعمل فيه مع بعض اللازانيا اللازانيا أصلاها وصفة إيطالية بتتكون من شرايح مكارونا وطبقات من اللحمة المفرومة بالسوس اللي مجربهاش قبل كده ممكن يعتقد انها نفس المكارونا البشاميل العادية لأ دي مختلفة شوية عنها في الطريقة وطريقة التحضير والتسوية والطعم كمان فاللي مجربش اللازانيا قبل كده وحابب يجربها أو عمالها قبل كده بطريقة الماء ومعجبتهش يشوفوا الطريقة دي يلا بينا نبدأ بس متنسوش الأول تشتركوا في قناتي وتعملوا لايك وشير الوديو ده لو حبتوا ويلا بينا نبدأ على طول مكونات اللحمة والتسوس اللي أنا حضره في الأول هتكسبوا 100 جرام من اللحمة المفرومة لماء الصينية 25 في 25 والحرف بتاعي يكون عالي واتنين بصلة كبيرة مفرومة وكوبايتين ونصف من عصير الطماطم ومعلاها صغيرة من التوابل دي ملح وفلفل اسود وبابريكا وبهرات مشكلة اللي هي بهرات اللحمة أو الصبع بهرات هحط في حلة سخنة 3 معلق كبار من الزيت وحنزل عليهم البصل المفروم وحشوح فيه لغاية أما يدبل ولونه يصفر كده شوية ممكن تستبدله الزيت بالسمنة بس أنا حبيت أعملها بالزيت لأن طبيعيا اللحمة بيبقى فيها نسبة دهون وكمان لسه هنامل بشاميل بسمنة فمش عايزة تبقى دسمة قوي بعد ما البصل دبل وصفر كده شوية هزود عليه اللحمة وحقلبهم مع بعض على نار هذية لغاية أما اللحمة اللونه يتغير وتبتدي تدخل في السوى ودلوقتي بعد ما اللحمة دخلت في السوى هزود عليه عصير الطماطم والسلسة بس الأول هزود بالسلسة في عصير الطماطم وحنزلهم على اللحمة وبعد نخلطهم مع بعض وبعد كده هزود عليهم التوابل كلها وبعدين زودت عليهم نص كوباء من المياه وحسيبهم على النار لغاية أما الطماطم باللحمة تتسبك كويس بعد ما تسبكت واللحمة بيت بالشكل دوت وفيها سوس كده هشيلها من على النار و هسيبها على جنب لغاية المحضر بقي الوصفة و دلوقتي هسخن حلق و هحط فيها معلقة كبيرة من السمنة و هزود عليها معلقتين كبار من الزيت و أول ما يضوبه هنزل عليهم من 4 ل 5 معلق كبار من الزيق و هخلطهم مع بعض كويس قوي على نور هزيق لمدة تقريبا 3 دايق لغاية بس أمال ديق يبتدي يتحمص كده شوية وبعد كده هزود عليهم 4 كبات من الحليب بس الأول بزود شوية بشوية في الأول و هخلط لغاية ما بيوصل للقاوم دوت ممكن تخلطوا نص الكمية حليب و نص التانية شربة لحمة أو مرأة زي ما انتو تحبوا وبعد ما وصل للقاوم دوت هبعدوا على النور علشان مش عزية قلعان كده و هزود عليه نص معلقة صغيرة من الملح و رشة صغيرة من الفلفل الأبيض أو الفلفل الأسود أو على حسب ذوقهم و هخلطهم كده و هخليهم على جنب بالنسبة لنوع اللازانيا في منها نوعين نوع بيتسلق و نوع بيتعمل زي ما هو مش بيحتاج أنه يتسلق النوع ده مش بيحتاج أنه يتسلق و بستخدمه كده زي ما هو و النوع التاني دوت بيتسلق قبل ما بستخدمه لازم أي نوع هتستخدمه تقروا مكتوب عليه إيه علشان ما تبصش منكم أنا دلوقتي هستخدم النوع اللي هو مش بيتسلق دلوقتي خلص كل حاجة بيتجهزة معي هبتدي أعمل طبقات في الصنية الاول بحط في الصينية مغرفة من البشاميل وبوزها كويس وبعدين بحط مغرفة من سوس اللحمة على البشاميل المغرفة اللي انا بستخدمها دي صغيرة شوية علشان كده بحط منها تنين بس انتو حطوا واحدة بس كفية وبعدين بحط شريح اللزانيا وبقى السماء كده علشان اغطي بس الفراغات كلها وبرجع احط طبقة تانية من البشاميل وبوزها كويس البشاميل اللي هنا لازم يكون خفيف كده زي ما انا عامله وسخن واللحمة تبقى فيها صوس كده كتير علشان دولت هم اللي هيسووا اللزانيا او المكارونا لان احنا مش هنزود اي سوائل خالص هنعتمد بس على السوائل الموجودة في اللحمة وفي البشاميل وبس كده ببدل اعمل طبقات من البشاميل واللحمة واللزانيا لغاية اما باملي الصينية او على حسب عدد الطبقات اللي انتو عايزينها وبعد اما بعمل نص الطبقات بزود في النص كده جيبنا موزاريلا او شيدر وده اختياري على حسب ما بتحبه وبرجع اكمل بقي الطبقات واخر طبقة بعملع بتبقى بشاميل ولحمة انا ما استخدمتش علبة اللزانيا كلها اذي الكمية اللي اتبقت من العلبة وفي الاخر بزود متزرلة على الوش وبس كده وبعدين بجيب بعيدين الخشب اللي هي بتاعت الشيش طوق وبقصها كده وبسبتها في اطراف الصينية وفي النص علشان اقدر اصبت عليها الفويل لان لو غطيت الصينية بورق الفويل كده على طول بعد ما تستوي هنلاقي المتزرلة اللي لازقيت كده فيها ومش هتبقى شكلها حلوة خالص علشان طبقة بتاعتها عالية وبعدين بدخل فرن متسخن على درجة حرارة 180 لمدة تقريبا كده من 45 ديئة لساعة وبعد كده بشيل ورق الفويل من عليها علشان الجبنة كده تاخد لون احمر حلو من على الوش بفتحها لها الشوية وبس كده وبعد ما طلعت من الفرن رحيتها حكاية من قبل حتى من دوقها دي اسهل واسرع وصفة لزانيا يارب فيديو النهارده يكون عاجبكم لو ما جربتوش اللزانيا قبل كده جربوها بالطريقة دي اعتعجبكم قوي انا بحبها قوي كده وهي لسه سخنة وكل المكونات كده دخلة مع بعضها وصيحة دي الطريقة الاصلية لللزانيا ما اختلف بعض الاضافات لان اللزانيا الايطالية اوقات بيزودولها كده عليها خمور بعد الشر طبعا عننا وبس كده يارب فيديو النهارده يكون عاجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير الفيديو لو حبته وشوفكم ان شاء الله على خير الفيديو الجاي وبي بوي